تحية طيبة مشاهدين وأهلا بكم إلى مجهز أخبار الآن ألقت الشرطة التركية القبض على المشتبه به في قتل الناشطة السياسية السورية عروبة بركات وابنتها الصحفية حال بركات صباح اليوم التين وجدتا مقتلتين في شقةهما في اسطنبول ألقي القبض على القاتل في مدينة بورصة القريبة من اسطنبول ويدعى أحمد بركات وهو قريب الضحيتين في ظل تصاعد القصف على إدلب أعننت منظمة أطباء بلا حدود أن المشافي في إدلب وحمى أغلقت أبوابها تخوفا من استهدافها وطالبت المنظمة جميع الأطراف في سوريا وحلفائهم بعدم قصف المرافق الصحية موضحة أن إغلاق المشافي الإضطراري سبب صعوبة حصول المدنيين على الرعاية الصحية قتل أربعة مدنيين وأصيب أكثر من ثلاثين آخرين بجروح في ضربات جوية شنتها طائرات حربية روسية صباح اليوم على مدينة البوكمال في ريف دير الزور الشرقي قرب الحدود السورية العراقية الضربات استهدفت ساحة الفيحاء ومحيط مستشفى عائشة وشارع المصطفى وحي الجمعيات عثرت القوات العراقية على مقبرة جماعية غرب مدينة الموصل شمالي العراق تضم جثثا لأفراد تنظيم داعش يرجح أنهم قتلوا بقصف جوي قبل أشهر وقال مسؤول لجنة الأمنية في مجلس محافظة نينوى إن عدد الجثث التي عثر عليها في الحفرة تصل إلى أربعين جثثة تعود لأفراد تنظيم داعش قالت وزارة الخارجية الروسية إن موسكو مستعدة للعمل مع بيونج يانج لمحاولة إيجاد حل سلمي لأزمة كوريا الشمالية الصاروخية وأكد جانب الروسي استعداده للتعاون من أجل إيجاد سبل لحل مشكلات المنطقة بالوسائل السلمية والسياسية والدبلوماسية منعت سلطات ميانمار برلمانيا جزائريا وأيضا ناشطا جزائري من الوصول إلى إقليم أركان للتضامن مع مسلمين روهينغا وأمرت بترحيلهما من البلاد فورا وقال المتضامنان عبر صفحتهما على موقع فيسبوك إنهما وصلا المطار الدولي في مدينة يانجون كبرى مدن ميانمار إلى أن السلطات احتجزتهما وطلبت منهما الرحيل أظهر دراسة حديثة ارتفاع الوفيات الناجمة عن أمراض الجهاز التنفسي المزمن مثل مرض الانسداد الرئوي المزمن في الولايات المتحدة بنحو 30% مقارنة بالمعدلات التي سجلت في عام 1980 وبيّنت الدراسة أن الوفيات الناجمة عن أمراض الجهاز التنفسي المزمن ارتفعت بشكل عام بنسبة 29.17% في الفترة من عام 1980 إلى عام 2014 نهاية الموجز في أمان الله